عدم الوفاء بالنذر لتغيير الظروف ما حكمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولاً الأصل أن يفيا الإنسان بالنذر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مدح يوفون بالنذر ويخافون يوماً كان شرهم مستطيرة وأيضاً دي في صورة الإنسان وفي صورة الحج يوفوا نذورهم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نظر أن يعص الله فلا يعصه الإنسان أولاً أنا بنصح لا يقيد نفسه بما لا يقدر عليه في النذر ما يجيش كلها في لحظة عطفية يقول أنا أصلي خمسين ركعة أنا هصم شهرين مثلاً أنا هزكي مش هكي لا بنقوله لا انذر ما تستطيعه طيب نفرض عاجز بقى مثل السؤال قال الفقهاء يتحلل من الناس بكفارة يمين يعني إما طبعاً ما فيش عدق رخب الآن فإما أن يطعم عشرة مساكين وإما أن يصوم ثلاثة أيام هذا في حق العاجز عن الوفاء بالنسبة إن كانت صحته أو إن كانت ماليته فيها مشكلة أو الحاجة يبقى يتحلل بكفارة يمين بكفارة يمين طيب طب داخل ناس ألسؤال باته طب وإيه هي أفضل النذور لو وجد يعني لو صح هذا السؤال ممكن يكون سؤال مش في محله لا أبداً سؤال في محله هو أفضل النذور تراعي الوقت المجتمع أو الناس تمر فيه الآن الناس في حاجة إلى التوسعة يعني يبقى الطعام يبقى الطعام أنك تطعم وده عمل إنسان يطعمون الطعام على حبيه مسكينا ويتيما وأسيرة إنما نطعمكم لوجه الله لا نورد منكم جزاء ولا سشورة نعم